مجلس إدارة النادي الأهلي بطل من أبناء النادي الأهلي لتكرمهم في الحفل المقرر إقامته والعميد محمد مرجان قال المدير التنفيذي طبعا للنادي الأهلي قال إن الحفل سيقام في تمام الساعة السابعة مساء غدا الاثنين بفرعي الأهلي بمدينة ناصر انطلاقا من اهتمام مجلس الإدارة بكل المواهف في جميع الألعاب وأنا بأتكلم كده مع حضراتكم استوقفني 124 بطل الرقم ده بيدل على عظمة النادي الأهلي وعلى أن النادي الأهلي عندما يكون قويا بتلاقي دايما المنتخبات المصرية بكل تواقفها بقى كرة وغسلة وطيرة ويد وكاراتي وتنس طولة كل حاجة لأن 124 لاعب وبطل من أبطال النادي الأهلي اللي شاركوا مع المنتخبات الوطنية ومع النادي في كل الفترة اللي فاتت أعتقد أن ده رقم يدل على قدية عظمة النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحافيس بيقول الفوز على كانو سبورت مهم ونركز حاليا في مباراة السوبر الأهلي بيصل في مكافئة الفوز اللي عابين على بطل غنية الاستوائية وفقا لما تنص عليه اللائح إن شاء الله بعسة النادي الأهلي تعود إلى القاهرة بعد قليل إن شاء الله الساعة واحدة بالليل يرجعوا بالسلامة وإن شاء الله بكرة أعتقد حيبقى أجازة وبعد بكرة يبدأوا التمرين بقى إن شاء الله حيتمرانوا بكرة طيب ماشي بالراحة يا سيدي ما عندناش وقت صحيح كله ورا بعضه طيب بكرة حيبقى فيه تمرينة خفيفة للناس اللي لعبة المباراة كاملة وبعد كده إن شاء الله تتم بقى استئناف التدريب مع بقية اللاعبين برضو اللي هيبقوا بيتمرنوا بكرة إن شاء الله الأهلي بيستقنف تدريباته غدا استعدادا ده أنا ما بصتش حتى في الخبر اللي بعد كده الأهلي بيستقنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة نادي الزمالك بس نادي الأهلي تصل القاهرة فجر الاتنين والأستاذ طارق أنديل بيقول الأهلي تحدى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في غنية الاستوائية أنا الحقيقة لعبت في غنية الاستوائية بلكده حاجة صعبة جدا 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 جو حر جدا ويعني رطوبة غير طبعية غير طبعية رطوبة بقى ومطر يعني الناس تقولك حر ازاي ومطر هي أفريقيا كده جماعة وليد أزارو يخضع لأشياء ترانيم مغراطيسي غدا لتحديد موقفه من مباراة السوبر أيضا أيمن أشرف ينتظم في التدريبات الجامعية للأهلي بعد تعافي من إجهاد الخلفية محمد مجدي أفشي قال أن الفوز على كانو سبورت منحنا دفع معنوية قوية قبل مواجهة نادي الزمالك صلاح محسن بيقول مروان محسن المهاجم الأول في مصر طبعا يعني كلام محترم من أحد النجوم المستقبل الحقيقة النجم الكبير الحقيقة صلاح محسن نتمنى له يا رب دوام التوفيق خلال الفترة اللي جاية دي كانت أخبار نادي الأهلي النهاردة دي كانت أخبار نادي الأهلي النهاردة شكرا